السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم شايماء من قناة المجرب مع شينو النهاردة هنعمل مع بعض مني ببطئة طريقة سهلة جدا وبسيطة بنص كيلو دقيق الداني كمية كتيرة خلص اللي قدامك دي ولسه فيه كمان غيرها بصي شكله مرق وحلو ازاي طريقة نكحة جدا سهل وبسيط اوفر بكتير وانضف مما نشتري من بره تبعيني اللي هيا ما تبخليش عليا بلايك واشتراك وبشير للفيديو بسم الله الرحمن الرحيم نص كيلو دقيق عليه معلقة كبيرة خميرة فورية رشة من الملح معلقة ونص كبيرة من السكر معلقتين كبار من الحليب البودرة لو موجود ربع كوباية من الزيت وانا اتبدي بعد كده نهجم بمية دافية هنضيف المية دافية شوية بشوية لغاية ملعجين هتتجمع معينا انا مستخدمها معاكم النهاردة العجين عشان الناس اللي بتقوللي انت ليه مش بتستخدميه في الفيديوهات لأنا بستخدمه بس بحب كمان ان انا بعض الفيديوهات هتستخدم فيها قدية عشان الناس اللي ما عندهش عجين هنعجين شوية بشوية لغاية ما يتجمع عندنا وبقى عندنا خلاص بالقوام اللي انت شايفاه ده قوام كده بيموت زي اللي بينا هسيبها تختمر وارجعلكه تاني خلاص كده اختمرت عندنا وهنبتدي نشتغل عليها نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نشكلها اي العجينة قدامنا هنبتدي نقطعها قطع انا قطعها حوالي 6 قطع ده طبق بقى كده فيه دقيق عشان ما يلزقش فيه قطع العجينة اللي موجودة معنا وهنبتدي نرسها جنب بعضها وكده فوق الديق ناخد اول قطع ونبتدي نشتغل عليها على طول وهنجب شوية من الزبدة وهندوبها وعليها شوية من الزيت علشان هندهن بيها الاول هنبتدي نفرد بالشكل ده طبعا مش مشكلة خالص خد شكل دائري مستطيل مربع مفيش مشكلة خالص بنبتدي نفرد بالطريقة دي نبلق دينا كده بالزبدة ونفرد وبعد كده هنطبقها ونركنها على جنب وهيطري نشتغل علي كل القطع اللي موجودة معينا بنفس الطريقة نفردها ونطبقها ونركنها لسا ما مش لايك للفيديو نزل تحت الفيديو ويعمل لايك عشان تشوفوا فيديوهات أكتر سهلة وبسيطة لقناتي تابعوني على قناة سأل مجرب مع الشينا كل القطع هنشتغل عليها بنفس الطريقة بعد كده بقى بعد ما نخلص كل القطع اللي موجودة معينا هنجيب الحشو أنا حشيت بجبنة رومي وبلانشون دي أول مربع عندنا بتديت إن أنا نفرده طبعا بنحط تحتي دقيق عشان ما يلزقش مننا في الوخية معه مفرش العجن ويضايقنا وبعد كده نبتدي نشكله بنفس الطريقة اللي قدامك دلوقتي في الفيديو هنقفل الطروف وطبعا بنحطها على الطروف دي يعني ما نخليش الطروف اللي احنا قفلناها لفوق عشان ما تفتحش معينا احنا بنقفلها وبعدين رصاف صانية مدهونة بدهنا بسيطة من الزيت ونخلي الحتة اللي احنا تنينيها دي لتحت ودي تاني مربع اشتغلت عليه بنفس الطريقة وطبعا الحشو ده بيرجعلي كنتي براحتك خالص مفيش مشكلة احشي الحشوة اللي انت عاوزيها ولو عندك شوية شاورمة كده مستويين او شوية لحمة وفرومة معصجة احشي بيها برضه مفيش مشكلة ده بقى دول كانوا صغيرين المربعين دول حجمهم صغير فاستخدمتوا مربعين وفردتهم فردة واحدة دي بقى صفار بيضة ومعها معلقتين كبار من الحليب ورشة من النسكة فيه طيب احنا مش عندنا بيضة ومش عايزين ندهن بيضة على الوش مفيش مشكلة هندهن حليب بس ركننا طبعا القطع بتاعتنا تختمر وهنا بعد معدة حوالي نص ساعة تقريبا اول ما تختمر نبتزي ندهنها واندخلها وفرن قساب التسخين على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط عملت الصينية دي وعملت كمان الصينية التانية ونحط شوية سمسم طبعا ممكن ما تحطيش سمسم وممكن تحطي حبات البركة ممكن ما تحطيش حاجة خالص مفيش مشكلة ودي الصينية التانية هاي معلش بس الصينية قديمة شوية دخلتهم الفورن وطلعهم وبقوا جاهزين رحتهم وطعمهم حاجة واهم بسي طرية ازاي اول ما بطلعهم الفورن بديها بخت مية وبروح مغطيها بفوطة وسبع عشر دقيق بتبقى طرية جدا بالشكل ده ودي خطوة ضروري جدا بعد ما تطلعهم الفورن خدت حوالي ربع ساعة او تلت ساعة من الفيديو كنا لإعجابكم ما تبخلش عليها بلايك واشتراك واشتراك في الفيديو وهنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته